فوقعات أحداث مسلسل الخائن الحلقة 85 فبتبدأ أحداث الحلقة 85 من مسلسل الخائن بعد ما الست نورة بتكون قاعدة بالصالون وبيرن تليفونها وبيكون المحاسب فبتقول له شو سحب سيفة من جديد فبيقلنا المحاسب هالمرة مو سيف بيك هالمرة الستية سحبت رقم كبير من حصة أرباحة بس قلت بخبرك ست نورة فبتقول له اوكي انت تم هيق عم تعمل وانا ما بنساك بعد شوي من هالمكالمة بيكون سيف وصل على البيت وبيسأل له ست نورة عن تيا فبتقول له والله ما بعرف مو تيا اللعبة تبعك لازم تعرف وين بتكون قيمة ما كان فبيقل له هلأ مو وقته هذا الحكي تليفونها مغلق وما عم ترد علي ست نورة ما خبرتك بشي او اتصلت فيكي فبتقول له نورة لأ ما دقت لي تيا بس دقولي من الشركة سيف بلك الموضوع بيهمك وخبروني عن الرصيد يلي نسحب نحساب تيا بعد ما صارت مثل اللعبة بإيدك فبيقل له سيف شو هالعيون اللي إليك بالشركة كل شي بيوصلك بسرعة وبعدين بتلاسنوا شوي فسيف بيقل له اذا حابت عرف التفاصيل شو رأيك تسألي بنتك عن هدول الأمور وأنا ما نناوي أبدا انزع مرائي أنا طال لشوف زينة وبس تيجي تيا خبرية اني فوق تيا بترجع على البيت وبتبهد لأمه على الشي اللي عملته فبتطلع الضغري لفوق وقت تعرف انه سيف فوق وبتشوفه وبتقول له كأنه جاي بكير وبتروح لجنب الحمام فبيقل له ايه بس انتي وين كنتي فبتقول له تيا كنت عند أسيل فبيقل له ليش شو إليك شغل عند أسيل وبكون سيف صار وراها لتيا وتيا بتكون ماسكة المقص بإيده فبتضربه لسيف فيه على مكان كتفو بعدها من فكر انه تيا فعلا عملت هيك بسيف بس تيا بتكون عم تفكر او عم تتخيل انه عملت هيك بسيف وبتصحى وبتقول له لسيف أهلين حبيبي وبترجع وبتقول له كأنك جاي بكير فبيقل له سيف خلصت شغلي فقلت بيجي ودقيت لك كتير وكان موبايلك مسكر وين كنتي فتيا بتغسل ايديها وبتقول له كنت عند أسيل فبيقل له سيف شو كان عندك معه فبتقول له تيا رحت مشان خليها تحظف الفيديو بس ما قدرت أحكي معه لانه كانت عم تتخانق مع يزن لدرجة انه صواته كانت واصلة لبرة يعني اللي بدك تفهمه انه رحت بس ما قدرت أحكي معه بشي فبيقل له عن جد هيك صار فبتقول له تيا لو شفت يزن كيف كان مع السيف وعم يعيت بصوت عالي وطبيعي هذا الشي لانه حتى يزن ما قدر ينفض من جنانة لهديك المرأة فبيقل له سيف انت سمعتي على شو كانوا عم يتخانقوا فبتقول له شو بتقصد سيف فبيقل له بلك يعني قدرت تفهمي شي لانه يزن مو من عوائده يعمل هيك شي وهوم تتذكر كلامه مع علاء انه ما رحت خبره بشي لسيف لانه اذا خبرته رحت توصل بينه للطلاق وتيا هدفه مو سيف بالاساس هدفه انه السيل ما تفوز عليها وتربح سيف مع انه علاء بيحاول ينصحها بس هيك بتكون من فكرة حالة انه صح بعدها بترد على سيف وبتقول له انا ما قدرت افهم شو مشكلتهم الاساسية لاني ضغري طلعت بس اسمعت شوية كلام من يزن عن حرامي فات على البيت وسر اتعقد وكذب واستغلال يعني شغلات مو مترابطة وانا ما بعرفها فما فهمت منيح وانا برأيه تتصل بيزن وتطمن بيكون احسن فبيقلنا سيف اوكي تمام لو في شي مهم كان خبرني يزن هلأ المهم بما انه نحن اتنين بالبيت خلينا نقضي مع بعض شوية وقت حلو وبيحضنه وطيب تحضنه ولا كأنه سمعت اي شي من تم يزن واسيل وهون بيرن تليفون سيف وبتقول له رد سيف معلش فبيقلنا بيكون مضروري فبيقلنا لا اشوف مين ورد فبيشوف مين وبتكون اسيل فبيقلنا مثل ما قلتلك ما نو مهم وبيفصل بيوش اسيل بعدها سيف بيدبر شي حجة وبيروح له يحكي مع اسيل وتيا بتتركه فبيتصل باسيل وبقلنا هاي تيا يا اما ما بتعرف شي يعني ما سمعت شي يا اما عم تخطط لشي كبير فبتستغرب اسيل وبتقول له يعني ما قالت لك شو سمعت فبيقلنا اللي خبرته فيه انه شغلات مو مفهومة طوء وصرق وحرامي بس ما بتعرف بشي فاسيل بتقول له ما كتير اختناعت بهالكلام سيف بس مو هذا همي هلا انت بتعرف انه لازم نحكي معي ازان فبيقلنا سيف ما فيني اليوم اسيل دبريها من عندك فبتقول له صرلك سنين رايح وجاية لعندي وقت كان فيك تيجي وهلا وقت صار لازم فعلا تيجي ما بتيجي على البيت وبتسكر بيوشه اليومانا بتكون قاعدة جنب اسيل وقت حكاها سيف وبتقول له يلا منيح انه ما رضي سيف ييجي لانه ممكن يزان يحكي له انه ما في حرامي اساسا وانه ما حدا صرق الطوء من اصله فبتقول له اسيل ما انا مشكلة بالنسبة للي فبتقول له جمانا كيف ما انا مشكلة وقت السيف ما عاد يوثق فيكي فبتقول له اسيل ما انا مشكلة بقدر اقنعه بعدين بشي قصة تانية بس كان لازم يحكي معي يزان وبهاي اللحظة بيجي يزان وبيقلل ادب مع جمانا وبيقلل لامه ما بده ياكل مشان ما يستنوا على الغدع فاسيل بتعتدر باسم يزان لجمانا وبتقول له جمانا عادي وليهم ميك لسه ولد بتصير المساء سيف وستنورة وتيا بيكونوا على طاولة الاكل والستنورة بتسمعون كم كلمة حلوة لسيف وتيا وبتقول لهم بما انه سحبتوا كل هالمصاري على شو ناويين فتيا بتقول له ماما بجوز تتفاجئي بس اشترينا بيت فبتقول له اما بفهم زادوا بيت مشتريتوا بيت والمهم ايمتنا وين تسكنوا فيه فبيلا سيف لسه ما قررنا وتيا بتقول له يعني اذا انفصلنا ببيتين مو يعني انه ما فيكي تيجي لعننا بيتنا هو بيتك كمان ماما فستنورة بتقول له باعتبار قلتي بيتنا معناتها سجلتوا باسم كون انتو الاثنين فبتقول له تيا امي شو هالحكي فبتقول له امه معناتها مثل ما فهمت سجلتي باسم سيف وسيف ونورة بتلاصنوا شوي بعدين سيف بياخدها حجة لحتى يطلع من البيت على اساس انه تضايق من كلام ستنورة السي اللي بتطلالة عند يزن على غرفته وبتقول له جبتلك هدول لتاكلون وبتسأله تيا كانت عم تسمعنا ونحنا عم تخانا ليش ما قلتلي انه شفتها فبيقل له يزن انا شفتها وكانت ملامحة مثل المجنونة وخفت تعملك شي مشكلة جديدة لاني بخاف تساوي لك شي حتى اني عم اتمنى اتبعدي عن البابا وما عد تحكي معه بنوب لانه مانا مثل العالم يلي بتحكي معه وتفهم فبعدي عن بابا احسن وما عم افهم ليشيك عملتي مع بابا وكذبتي عليه وما بهمني اعرف اللي بدي اياه انه تكوني بخير وتبعدي عنهن بقى فاسيل بتعتذر منه ليزن لانه فات بهي المشكلة بقصد او بغير قصد وبتقول له بدي اياه منك تعرفه انه كل شي عم اعمله مشانك لبعدين بعدين هنن قاعدين وعم يحكوا بيرن تليفون يزن وبتكون ماريا فبتقول له اسيل اذا بدك تحكي معه بطلع لبرا فبقلا لا ما بدي احكي مع ماريا لانه صارت تحبه لكينان فبتقول له اسيل لهيك طلعت تبكيري من المدرسة فبقلا ايه باصة لماريا مع انه شافني انه كنت شايفون وانا نسيت انه من عائلة الزين يعني ممكن مننون اي شي سيفي بيجي لعند اسيل وبقلا انه تخانق مع الست نورة واخدها حجة واجال عندها فبتقول له اسيل انه حكيت مع يزن لانه قال انه ما رح يقدر يجي فبيقل له سيف طيب لكني اجيد فبتقول له معناتا لازم خبرك انه يزن في عنده كمان مشكلة مع ماريا وكينان لانه شاف كينان عم يبوس ماريا وبتكفي حكي وبتقول له ما رح طول عليك سيف ورح قللك شو قال لي يزن وخبرني انه لازم بععد عنك لانه بيخاف علي من تيا وهلا اذا بدك تحكي معه طلالة عنده سيف بيطلالة عند يزن ويزن بيبهدله لابو على العماية اللي عم بيعملها لتيا وامه سوا وبيقل له ما عدى عرفت على مين عم تضحك بابا على تيا ولا على ماما ولا على مين كمان ما بعرف فبيحاول معه سيف انه يقنعه وبيقل له انت ما رح تقدر تفهم شو ساير معي الا اذا صابك انت فبيقل له يزن صعب كتير افهمك يا بابا فبيقل له سيف بكرة الحياة بتفهمك وهلأ بدي افهم منك تيا سمعت كل شي من حديثكن عن جد ومتأكد ولا شو فبيقل له يزن انا متأكد بابا شفتها بعيوني وقت كانت واقفة ومصطومة من اللي سمعته بعتذر منك بابا لانه جوابي ما عجبك بس هي الحقيقة وانا ما بدي شي منكن الا انه امي تكون مرتاحة وما تنزعج منكن ابدا بعدين بينزل سيف لعن من عند يزن اشتركوا في القناة وانا ما بدي شيء اشتركوا في القناة